مرحبا بكم في سلسلة جديدة من التمارين المخصصة لدرس مناعة الجسم وهذه المرة سوف نتكلم عن ما يسمى بالاستجابة المناعية المكتسبة النوعية ذات المسلك الخلطي ونعلم بأن الاستجابة المناعية المكتسبة هي تنقسم إلى مسلكين المسلك الخلطي أي العناصر الدفاع المناعية التي تهاجم الجراتيم المتواجدة على مستوى الدم وذات المسلك الخلوي أي الوسائل الدفاع المناعية المختصة في مهاجمة الجراتيم الضم خلوية أي الجراتيم التي تنتقل إلى الخلايا وتعفنها إذن سوف نبدأ أولا بالاستجابة ذات المسلك الخلطي ونبدأ بهذا التذكير إذن في حالة فشل الحواجز الطبيعية للجسم إذن نتكلم بعد ذلك عن تدخل البلعميات والاستجابة الالتهابية وأيضا تفشل هذه البلعميات في تصديل هذه الجراتيم وبعد ذلك تنتقل نحو الدم أو الخلايا إذن أول حاجز أيضا يعتبر أو أول دفاع منعي سوف يتدخل هنا عندما تنتقل الجراتيم نحو الدم نتكلم عن ما يسمى باللمفاويات T4 إذن هذه المفاويات T4 التي سوف تقوم بتنشيط اللنفاويات B في حالة المسلك الخلطي هنا يتم التنشيط بطبيعة الحال عن طريق مواد كيميائية إذن هنا لنفاوية B للنفاوية B والتي سوف تتفرق إلى نوعين إذن لنفاويات B باكرة ثم لنفاويات B مفرزة لمضادات الأسم أو ما يسمى ببلزميات بلاسموسيت بلزميات لنفاوية B المفرزة لمضادات الأسم لاحظوا معي هذه المضادات الأسم التي تم إفرازها من طرف هذه اللنفاويات B والغرض من إفراز هذه المواد الكيميائية هو شل حركة هذا المولد المضاد الذي قد أدى إلى إنتاجها إذن هنا تكلمنا عن ما يسمى بالمسلك الخلطي أي مهاجمة الجراتيم التي تنتقل على مستوى الدم كحالة السمينات أيضا يتم إقصاؤها من طرف أيضا هذه المضادات الأسم وهنا تكلمنا عن المسلك الخلطي إذن بعد هذا التذكير إذن دائما هنا كما يظهر هذا الشريط لنفاوية B إذن هذه اللنفاوية B تقوم بإنتاج مضادات أسم نوعية قبل ذلك تتكاتر هذه اللنفاويات B من أجل إنتاج عدد كبير من مضادات الأجسام النوعية وهذه اللنفاوية B سميناها بلزميات إذن هذه البلزميات التي أدت إلى إنتاج هذه المضادات الأجسام هنا كل مضاد أجسام هو يسمى نوعي لأنه يختص في نوع معين من مولدات المضاد ومن هنا جاءت تسمية بالاستجابة المناعية النوعية نوعية أي أن مضادات الأجسام موجهة للقضاء على مولد مضاد معين وليس جميع أنواع المولدات المضاد كما هو الشأن بالنسبة مثلا للبلعاميات إذن بعد إنتاج هذه المضادات الأجسام النوعية إذن يتشكل ما يسمى بالمركب المنيع إذن هذا المركب المنيع هو عبارة عن مكون من جزئين مضاد أجسام نوعي ومولد مضاد عندما يتشكل هذا المركب المنيع تسهل بلعامته من طرف هذه البلعاميات الكبيرة كما تلاحظون هنا يتم إقصاء هذا المركب المنيع والحطام يتم طرحه عبر هذه البلعاميات إذن هنا يتم تحليل هذا المركب المنيع وطرح حطام هذا المولد المضاد ومضاد أجسام الذي قام بتثبيته إذن بعد التذكير نقوم بالانتقال إلى التمارين التمارين الأول يؤدي حقن الكريات الحمراء للخروف في جسم الفأر إلى انتفاخ الطحال الطحال هو عضو مناعي تتجمع على مستوى كريات لنفاوية والسبب هو ارتفاع عدد الكريات لنفاوية إذن هنا العدد ارتفع ثلاث أضعاف كرية لنفاوية والكريات لنفاوية هي نوع من الكريات البيضاء وهنا إما سوف نتكلم عن كريات لنفاوية B أو لنفاوية T8 ولكن بما أننا نتكلم عن المسلك الخلطي إذن هنا نقصد بهذه الكريات لنفاوية لنفاوية B لمعرفة سبب ارتفاع اللنفاويات في طحال الفأر هذا العضو المناعي المحقول أحدنا من الطحال كريات بيضاء هذه الكريات لنفاوية ووضعناها في وسط المقيت وسط ملائم لتكاثر أو للقيام بهذا الرد فعل المناعي في وجود مصل الفأر والكريات الحمراء للخروف لمدة ساعة وفي ظروف 37 درجة سلسلسلس والوثيقة الموالية تمثل النتائج المحصل عليها إذا لاحظوا هنا الشيء الذي أدى إلى أننا نتقي إلى الطحال ونقوم بتشريحه بعد حقن الكريات الحمراء للخروف في جسم الفأر انتفق جزء من البطن عند هذا الفأر هذه هي الملاحظة التي أثرت انسباها هذا العلم لكي يقوم بتشريح التحال فوجد أن عدد الكريات اللنفاوية قد تضاعف وهذا ما يؤدي إلى طرح التساؤل ما هو سبب التكاثر وارتفاع عدد هذه الكريات اللنفاوية أو هذه الكريات البيضاء إذن لذلك قام بالتجربة التالية إذن عزل المصل وعندما نقول المصل هو بلازما زائد مضادات أجسام إذن مصل يساوي مضادات أجسام نوعية والمتواجدة داخل البلازما إذن هنا هذه الملاحظة المجهرية تظهر وسط الزرع في بداية التجربة هذا اللون الأزرق نقصد به الكريات الحمراء هنا الكريات اللنفاوية للفأر الكريات اللنفاوية للفأر أو هذه الكريات البيضاء ثم هذه النقاط الحمراء أو هذه العنصر الحمراء هو مزيج ما بين كورية حمراء للفأر وكورية حمراء للخاروف بعد ذلك بعد مرور ساعة عن التجربة وقلنا بأن هذه التجربة هي أتلها ظروف ملائمة ووسط مقيد ثم درجة حرارة ملائمة كما هو الشأن بالنسبة لحرارة الجسم بعد ذلك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هذه المناطق الخالية من الكريات الحمراء والتي تسمى بباحات الإنحلال إنحلال يعني منطقة منحلة أي تحللت هذه الكريات الحمراء للخاروف بها إذن ما هو سبب تحلل هذه الكريات الحمراء للخاروف في نظركم؟ بطبيعة الحال بما أننا نعلم بأن الكريات اللنفوية هي وسائل دفاع طبيعية وهنا قمنا بحقن الخاروف على مستوى الدم إذن سوف نقول أو نفترض بأن هذه الكريات اللنفوية هي التي قامت بتحليل هذه الكريات الحمراء للخاروف هنا من زاوية أخرى قمنا بتكبير المنطقة لاحظوا معي هذه الباحة منطقة خالية من الكريات الحمراء للخاروف في نهاية التجربة يعني أن المنطقة قد تحللت هذه الكريات الحمراء بها إذن العناصر واحد اثنان ثم ثلاثة ثلاثة هي كريات لنفوية المنطقة اثنان هي باحات إنحلال وهنا كريات حمراء إذن هناك كريات حمراء منحلة للخاروف ولكن كريات الحمراء للفأر بقيت سليمة بقيت كما هي ننتقل إلى الأسئلة ماذا تمثل كريات الحمراء للخاروف بالنسبة لجسم الفأر إذن لاحظوا معي هنا قمنا بحقن كريات حمراء للخاروف في جسم الفأر إذن ماذا سوف يعتبرها جسم الفأر في طبيعة الحال عناصر غير ذاتية عناصر أجنبية بتعبير آخر بتعبير علمي مولد مضاد أنتيجن مولد مضاد لماذا ازداد عدد لنفوية تفتحها للفأر المحقوم بالكريات الحمراء للخاروف لماذا ازداد عدد هذه الكريات لنفوية إذن الكريات اللنفوية هي وسائل دفاع مناعية إذن تم إنتاجها وازداد عددها لكي تهاجم هذه المولدات المضاد والتي هنا في هذه الحالة هي الكريات الحمراء للخاروف بماذا تفسر ظهور باحة الانحلال بجوار اللنفويات إذن هذه الباحات هي مناطق فارغة من الكريات الحمراء للخاروف وبالتالي تواجدها بجوار اللنفويات دليل على أن الكريات الحمراء للخاروف قد تم تحليلها من طرف هذه اللنفويات إذن هنا قمنا بالإجابة وتفسير أو الإجابة على هذه الأسئلة الآن سوف ننتقل إلى الإجابات بجمل بسيطة سؤال الأول الكريات الحمراء للخاروف تمثل عناصر أجنبية بالنسبة لجسم الفأر تسمى مولد مضاد أو عنصر غير ذاتي أو عنصر غريب أو عنصر أجنبي عن الجسم إزداد عدد اللنفويات في طحال الفأر المحقول بالكريات الحمراء للخاروف لأن اللنفويات هي كريات بيضاء موجهة للقضاء على مولد المضاد هنا في هذه الحالة الكريات الحمراء للخاروف الذي قد أدى إلى إنتاجها هو الذي تسبب في إنتاج هذه الكريات اللنفاوية لأن حقنا الجسم بعنصر غير ذاتي وتسبب في إنتاج كريات لنفاوية إذن هذا العنصر الغير ذاتي هو السبب الغير ذاتي عفوا هو السبب باحة الإنحلال المتواجدة بجوار اللنفاوية هي مناطق تم تحليل مولدات المضاد بها ومولدات المضاد في هذه الحالة هي الكريات الحمراء للخاروف الجزء الثاني من التمرين إذا علمت أن بلازما الفأر المحقول أصبح يتوفر على مواد كيميائية تستطيع أن تقضي على الكريات الحمراء للخاروف بحيث تشل حركتها إذن لاحظنا هذا في التذكير من يشل حركة مولد المضاد؟ إنها مضادات الأجسام إذن مثلا إذا اعتبرنا مضاد أجسام بهذا الشكل مولد مضاد بهذا الشكل إذن عند ارتباط مضاد أجسام مع مولد مضاد سوف يتشكل المركب المنيع وهذا المركب المنيع هو من سوف يقصي هذه العناصر الأجنبية على الجسم كيف؟ إذن سوف تقوم بلعميات كبيرة بابتلاء هذا المركب المنيع إذن مضادات الأجسام كانت بمثابة وسائل سهلت عملية هذه البلعميات الكبيرة من أدى إلى إنتاج أو من أنتج هذه المضادات الأجسام إذن هذه مواد كيميائية هي مضادات أجسام من أنتجها بطبيعة حال اللنفاويات ب إذن هو اللنفاويات التي تكلمنا عنها في هذا التمره إنها اللنفاويات ب فصل وجود هذه المواد كيميائية في بلازما الفأر المحقون إنها اللنفاويات بمن أنتجت هذه المواد كيميائية والتي هي مضادات الأجسام النوعية يعني خاصة بإقصاء هذه الكريات الحمراء للخروف نلاحظ وجود كريات حمراء للفأر بجوار اللنفاويات على مستوى باحات الإنحلال رأينا بأن الكريات الحمراء للفأر لم يقضى عليها لماذا لم يقضى عليها؟ بطبيعة الحال جسم الفأر لن يقضي على خلايا تنتمي إليه والجسم بأي صيغة أو بأي طريقة كانت لا يقضي على ما هو داتي بل يقضي على ما هو غير داتي إذن هذه هي الإجابة هذه المواد الكيميائية هي مضادات أجسام والتي تم إفرازها من طرف اللنفاويات B والتي تسمى البلزميات الكريات الحمراء للفأر هي عناصر داتية ما معنى داتية؟ أي تنتمي لجسم الفأر والجسم لا يقضي على ما هو داتي ننتقل إلى التمرين الثاني نحقن حصانا مرتين بدفان الكزاس ومرة واحدة بدفان الدفتيريا إذن مرتين بدفان الكزاس ومرة واحدة بدفان الدفتيريا ثم نتتبع تطور نسبة مضادات الأجسام المفرزة في جسم الحصان بدلالة الزمن إذن هنا الزمن بالأيام هنا نسبة مضادات الأجسام بواحدات استلاحية والدفان إذن يجب أولا التعريف بكلمات الدفان الدفان هو عبارة عن سمين وهن ضعيف أي فقد قدرته القاتلة وهذا لا يعني أنه عندما ندخل إلى جسمنا سوف لن يؤدي إلى رد فعل مناعي لا سوف يؤدي إلى رد فعل مناعي وذلك عن طريق إنتاج جسمنا لوسائل دفاع مناعية إذن الدفان هو سمين إلا أنه فقد قدرته القاتلة لن يقتلنا وإنما سوف يؤدي إلى رد فعل مناعي من طرف جسمنا لماذا؟ ما هو الغرض من حقننا بالدفان؟ الدفان هو بمثابة لقاح ونحن ملقحون ضد مجموعة من الأمراض الجرثومية ما هو الغرض؟ الغرض هو تعزيز وتقوية الداكرة المناعية لأن حقننا بالدفان أو بهذا اللقاح والذي هو عبارة عن جراتيم ضعيفة سوف يؤدي بعد ذلك إلى إنتاج وسائل دفاع مناعية من طرف جسمنا وبالتالي سوف يحارب جسمنا كل ما هو غير ذاتي وبالتالي هنا النتائج مبينة في المنحنة أسفل نلاحظ المنحنة الزمن بالأيام ونسبة مضادات الأجسام المفرزة بوحدات استلاحية قلنا بأن الحصن تم حقنه مرتين بدفان الكوزاز إذن المرة الأولى الحقن الأول ثم الحقن الثاني هذا دفان الكوزاز الحقن الثالث هو بالنسبة لدفان الدفتيريا إذن الدفتيريا تم حقنه مرة واحدة ولكن دفان الكوزاز مرتين إذن في المرة الأولى ماذا نلاحظ؟ الجسم قد استغرق مدة أسبوع تقريبا لكي ينتج مضادات أسام نوعية ونسبة مضادات الأسام المنتجة كانت ضعيفة تبقى ضعيفة هنا الجسم لأول مرة يتعرف على هذه المولدات المضاد إذن بالتالي سوف يتذكر هذه المولدات المضاد في المرة الأولى وبعد ذلك مدى الحياة؟ في المرة الثانية عندما حقن الحصان بنفس الدفان الكوزازي جاء رد الفعل سريعا في نفس الوقت لم يستغرق الجسم مدة طويلة لإنتاج مضادات الأسام ونسبة مضادات الأسام المنتجة كانت جد جد مهمة وهنا يتجلى مبدأ الذاكرة المناعية الذي يعتمد عليه التلقيح بمثلة للحقن الثالث بالدفان الدفتيرية الجسم لأول مرة يتعرف على هذا المولد مضاد وبالتالي سوف يستغرق جسمنا مدة طويلة لإنتاج هذه الوسائل دفاع المناعية إذن الإنتاج تقريبا مدة أسبوع 35 حتى 42 إذن هنا إنتاج مضادات الأسام بطبيعة الحال للمرأة أولا سوف يكون ضعيفا كما هو الشعن لأول مرة عندما حقن الحصان بمولد مضاد الكوزاز إذن بعد قراءة جيدة للمنحنى ننتقل إلى الأسئلة سفرد فعل الجهاز المناعي للحصان خلال الحقن الأول ثم خلال الحقن الثاني قارن رد فعل الجهاز المناعي للحصان خلال الحقن الأول والثالث ثم لماذا كرن رد الفعل سريعا خلال الحقن الثاني إذن الحقن الأول هو بدفان الكوزاز الثاني دائما بدفان الكوزاز الأول بدفان الكوزاز ولكن الثالث بدفان الدفتيرية قارن أو صفر دفع الجهاز المناعي للحصان خلال الحق الأول إذن استغرق الجسم مدة أسبوع تقريبا لإنتاج مضادات أسام نوعية ضد دفان الكزاس خلال الحق الثاني استغرق الجسم مدة وجيزة لإنتاج مضادات الأسام وكانت النسبة جد مهمة مقارنة مع الحق الأول إذن هنا لا يجب التعليل لا يجب أن نذكر دور الداكرة المناعية سوف نتركها للسؤال الأخير السؤال الثاني قارن رد فعل الجهاز المناعي للحصان خلال الحق الأول والثالث الحق الأول بدفان الكزاس كان رد الفعل بطيئا ونسبة مضادات الأسام منتجة أيضا كانت ضئيلة نفس الشيء نفس الغرض بالنسبة للحق بواسطة دفان الدفتيريا بالنسبة للسؤال الثالث لماذا كان رد الفعل سريعا خلال الحق الثاني بطبيعة الحال خلال الحق الأول الجسم سوف يتعرف على هذا المولد المضاد مدى الحياة وهنا سوف يتم تنشيط اللمفويات البيئة الداكرة بعد الحق الثاني بما أن اللمفويات البيئة قد تعرفت على هذا المولد المضاد إذن سوف تقوم البلزميات بالتكاتر بكميات كبيرة وبالتالي سوف يتم إنتاج كمية مهمة من مضادات الأسام والتي سوف تزداد نسبتها في الدم هنا في دم الحصان إذن لاحظوا معي الأجوبة التي تم اختيارها ألف خلال الحق الأول بدفان الكوزاز استغرق الجسم مدة أسبوع تقريبا لإنتاج مضادات الأسام النوعية ضد السمين الكوزازي وكانت نسبة مضادات الأسام المفرزة ضئيرة خلال الحق الثاني بدفان الكوزاز جاء رد الفعل سريعا وأنتج الجسم كمية كبيرة من مضادات الأسام النوعية ضد مولد المضاد الكوزازي ثانيا نلاحظ نفس رد فعل الحصان خلال الحق الأول والثالث لأن الأول حقنا بدفان الكوزاز والثالث لأول مرة أيضا يحقن بدفان الديفتيريا إذن جسم الحصان يتعرف لأول مرة على دفان الكوزاز ودفان الديفتيريا في السؤال الثالث جاء رد الفعل سريعا خلال الحقن الثاني حقن الثاني بدفان الكوزاز لأن جسم الحصان سبق له أن تعرف على مولد مضاد الكوزاز خلال الحقن الأول وذلك بفعل الداكرة المناعية وهنا يتجلى دور اللنفاويات بالداكرة وهذه الداكرة نكتسبها وتعطينا مناعة مدى الحياة تكسبنا مناعة مدى الحياة وهنا اللنفاويات بالداكرة هي التي تم تنشيطها ننتقل إلى التمرين الثالث الاستمصال إذن هنا مفهوم آخر الاستمصال سوف نحاول أن نشرحه خلال هذا التمرين هي عملية يتم من خلالها مقل استجابة المناعية الفورية عن طريق حقن مضادات أجسام جاهزة وهي موجهة لمولدات المضاد التي تنشط على مستوى الدم وهنا نتكلم دائما عن المسلكة الخلطي لفهم آلية هذه الاستجابة المناعية نجري مجموعة من التجارب على فئران سليمة نبدأ بالتجربة الأولى إذن فئر سليم نحقنه بالسمين الكوزازي ثم بعد ذلك نراحض موت هذا الفئر إذن ماذا سوف نقول بأن موت الفئر سببه هو حقنه بالسمين الكوزازي القاتل وهذا الفئر هو غير ممنع لم يسبق له أن تعرف على هذا السمين الكوزازي في صيغته الضعيفة الوهنة يعني في صيغة الدفان يعني هذا الفئر غير ملقح وبالتالي السمين الكوزازي نعلم بأنه قاتل أدى إلى موت هذا الفئر تجربة ثانية حقن الدفان الكوزازي بنسبة لفئر آخر بعد ذلك حقنه بالسمين الكوزازي يبقى الفئر حيا إذن إذا قارنا ما بين التجربة قارنا ما بين التجربة الأولى وتجربة الثانية نراحض بأن هذا الفئر الثاني هو ممنع ضد الكوزاز عندما حقنا بالدفان إذن دفان هو بمثابة لقاه عند حقنه بالسمين الكوزازي سوف يؤثر فيه لأنه في الأصل ممنع ملقح وبالتالي يبقى الفئر حيا كما هو الشأن بالنسبة للإلسان نحن ملقحون ضد السمين الكوزازي عن طريق الدفان وبالتالي رغم دخول السمين الكوزازي مثلا عن طريق الجرح بأداة حادة تحميل الصدى نعلم بأن الصدى يتوفر على عصيات الكوزاز التي تفرز مدات السمين القاتلة ولكنه لن يؤثر علينا بما أننا ملقحون بنسبة للتجربة الثالثة نلاحظ أن الفئر إسلاتا قد تم حقنه بالدفان الكوزازي ننتظر مدة أسبوعين ثم نحقنه بالسمين الدفتيري السمين الكوزازي وهنا الدفان الكوزازي إذن سوف نلاحظ هل هذا الدفان أو هل هذا اللقاح سوف ينفع لجميع أنواع السمينات بطبيعة الحال لا لأن هنا الفئر قد مات لماذا مات الفئر؟ لأنه حقن بالسمين الدفتيري القاتل وهو غير ممنع ضد هذا السمين الدفتيري هو ممنع ضد من؟ ضد الدفان أو ضد السمين الكوزازي إذن إذا حقنه بالدفان الكوزازي بالسمين الكوزازي لن يموت ولكن حقنه بالسمين الدفتيري وهنا نتكلم عن الاستجابة المناعية النوعية أي كل مضادات السم هي نوعية مخصصة لنوع معين من مولد المضاد وبالتالي مضادات السم التي تم إنتاجها عندما حقننا لأول مرة بالدفان الكوزازي هي موجهة للقضاء على مولد مضاد الكوزاز وليس مولد مضاد الدفتيري من نسبة للتجربة الرابعة حقننا فأرا S4 بالدفان الكوزازي إذن الفأر S4 ملقح أو ممنع لما نقول ملقح أو ممنع كتعبير علمي بعد ذلك بعد مدة نأخذ من هذا الفأر ما يسمى بالمصل المصل هو بلازما مع مضادات السم نوعية في هذه الحالة مضادات السم التي سوف نجدها في دم هذا الفأر هي مضادة للسمين الكوزازي إذن مضادات السم نوعية ضد مولد مضاد الكوزاز إذن هذا المصل سوف نعطيه لفأر آخر S5 ونحقنه في نفس الوقت بسمين الكوزاز إذن هذا الفأر هل سوف يموت؟ لا سوف يبقى حيا رغم حقنه بالسمين الكوزازي من أنقذ هذا الفأر من الموت بطبيعة حل المصل والعملية التي أجريناها للفأر S5 هي عملية الاستمصال إذن ما معنى الاستمصال؟ هو حقن الجسم بمصل يحتوي على مضادات أجسام جاهزة وهي عملية علاجية ثورية لنفسرد مثلا أننا غير ممنعين ضد مرض جرثومي معين وهذا المرض يصيب مثلا الدم يعني هنا المسلك الخلطي سوف يتدخل ولكن قبل فوات الأول من الأفضل وإذا كان المرض سوف يشكل خطرا على حياتنا أن نقوم ونجري عملية الاستمصال هي عملية علاجية فورية وتبقى مؤقتة إذن من الأفضل عندما نشفى من المرض أن نقوم بالتلقيح لأن التلقيح سوف يعطينا مناعا مدى الحياة سوف يكسبونا مناعة دائمة إذن من أنقض هذا الفأر إنها عملية الاستمصال التي أجريناها له عن طريق حقنه بمصل أخذ من فأر أصلا ممنع ضد الدفان الكوزازي إذن حل النتائج كل تجربة قمنا بتفسير هذه التجارب ثم فصل سبب عدم موت الفأر الخمسة مع العين بأنه غير ممنع ضد السمي الكوزازي وهنا تتقلقنا إلى ما يسمى بعملية الاستمصال استنتج بعد ذلك المسلك المناعي الذي تدخل في هذه الحالة بطبيعة الحال بما أننا تكلمنا عن مضادات أسام نوعية وعمل هذه المضادات على مستوى الدم نتكلم عن المسلك الخلطي إذن هنا بالنسبة للتجربة الأولى كبعجالة مات الفأر S1 لكونه حقن بالصمين الكوزازي القاتل وهو غير ممنع ضد هذا المولد المضاد بالنسبة للتجربة الثانية بقي الفأر S2 حيا رغم حقنه بالصمين الكوزازي لأنه ممنع عندما حقن بالدفان الكوزازي إذن ممنع ضده عندما تم حقنه بالدفان الكوزازي بالنسبة للتجربة الثانية مات الفأر S3 لأنه حقن أولا بالصمين الدفتيري القاتل إذن يجب دائما التعامل بحضر مع طريقة الجواب دائما إذن نبدأ بالنتيجة مات الفأر S3 لأنه لماذا مات؟ لأنه حقن بالصمين الدفتيري وهو غير ممنع ضده بل هو ممنع ضد الكوزاز وغير ممنع ضد الدفتيري بل هو ممنع ضد الكوزاز وهنا نتكلم عن الاستجابة المنعية المكتسبة النوعية النوع كل مضاد السام مخصص في الدفاع عن أو مهاجمة مولد مضاد معين بنسبة للتجربة الرابعة يبقى الفأر دائما نبدأ بالأخير يبقى الفأر S5 حية لماذا؟ لأن المصلة الذي حقن به هو من أنقذ يتوفر على مضادات السام نوعية قضت على السمين الكوزازي الفأر في هذه الحالة تعرض لعملية ما يسمى بالاستمثال أي حقن بمصل يحتوي على مضادات السام جاهزة أنقذته من الموت وأدت إلى إبطال وإقصاء هذا المولد المضاد إذن هنا السؤال الثاني والأخير تم القضاء على السمين الكوزازي بواسطة مضادات السام النوعية إذن مما أننا قلنا وذكرنا مضادات السام أدت إلى إقصاء وإبطال مفعول مولد مضاد إذن إنها الاستجابة المنعية المكسسة بالنوعية هنا تكلمنا أيضا عن النوع داية المسلكي الخلطي لأنها تمت عن طريق مضادات الأسام على مستوى الدم إذن نكتفي بهذا القدر تابعوني في حصة جديدة من التمارين إلى اللقاء